يلقب هنا بنجمة غرب طهران نظرا لما يحتويه من أماكن تجذب السياحة والمتسوقين من إيران وخارجها فطريقة بناء معظم صالاته مستوحات من أماكن تاريخية في إيران هو استثمار تقدر قيمته بمئات ملايين دولارات بني بهدف توطين الاستثمارات الداخلية ومنع خروجها إلى دول الجوار إيران مول فرصة رائعة لكي نعرض ما لدينا من منتجات وصناعات عريقة إنه مكان مناسب للتجارة والربح بالنسبة للصناعيين كما أنه مكان مناسب للزبائن كي يتسنى لهم مشاهدة أفضل السلع احتواء المركز على مئتي مطعم وفندقين اثنين والعديد من دور السينما وصالات الرياضة والتزلج والتنس جعله بحسب القائمين عليه وجهة لملايين المتسوقين سنويا حركة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي لا مثيل لهذا الصرح التجاري أبدا فقد وفر الوظائف للكثير من الباحثين عن فرصة عمل في ظل ما تعانيه البلاد من مشاكل اقتصادية على مساحة اثنين وثلاثين هكتارا بني ايران مول ما جعله أكبر مركز تجاري سياحي في شرق الأوسط فعلا الزائر يحتاج إلى عدة أيام ليتمكن من التجول داخل ايران مول ورؤية أقصامه كافة تبين الاحصائيات أن نحو 120 ألف شخص يعملون في هذا المجمع التجاري أعداد العاملين هنا تسهم في تخفيف مشكلة البطالة من جهة كما أنها تدعم طموح الشباب الراغبين بالاستثمار ضمن المشاريع الصغيرة من جهة أخرى مالك عابدة طهران الميادين